اشتركوا في القناة التعليم بصفة عامة والنقل تأخر كثيرا في توظيف التقنية وخلال الخمس أو العشر سنوات الماضية بدأ استخدام التقنية في التعليم بفاعلية جدا وخاصة في مجال التعليم العالي وخاصة بعد ظهور أجهزة الحديثة والسمارتفون هي اللي ساعدت على استخدام التقنية في التعليم أو جعلت من الطلاب أنهم يكون التعامل صار سهل جدا مع التقنية كما تعرف كان استخدام التقنية في الأعوام الماضية صعب جدا بسبب إما حجم الملفات والداو واللود وغيره من النقاط ولكن بالوقت الحالي مع استخدام الويندوز والفايل والأبز هذه صارت فيها سهولة كبيرة جدا الحقيقة وأيضا الخدمات اللي صارت توفرها التقنية الدمج بين الصوت وبين الصورة وبين التواصل الاجتماعي هذا ساعد على استخدام التقنية في التعليم أكثر وأكثر والجامعة السعودية الإلكترونية جاءت أيضا لتعزز هذا المفهوم لدى المجتمع وخاصة المجتمع السعودي وهو استخدام التقنية في التعليم نعم بالحقيقة هذا سؤالنا الثاني دكتور لماذا جاءت الجامعة السعودية الإلكترونية وما هي أهدافها؟ الجامعة السعودية الإلكترونية جاءت استكمال منظومة خطة أفاق وزارة التعليم العالي وهي جامعة نوعية ليست نسخة مكررة من الجامعات الموجودة المنكررة في السعودية حيث أن كل جامعة من الجامعات لديها مهمة ورسالة الجامعة السعودية الإلكترونية هي ليست جامعة بحثية وإنما جامعة تدريسية تهتم أيضا بنقل المعارف والخبرات والمهارات للطلاب الراغبين في تطوير أنفسهم ذاتيا والاستعانة بالخبرات العالمية وجاءت الجامعة لتعطي تمايز لأحد مرتكزات آفاق الجودة والتوسع والتمايز فتحقق في هذه الجامعة التوسع ولكنه نوعي وفيه ميزة معينة وكذلك ضمان الجودة في الجامعة السعودية الكترونية أننا نتعامل حقيقة مع الجامعات العريقة من أي مكان بالعالم لسنا ملتزمين فقط في عراه التدريس أو المناهج المحلية بل نحاول نقل الخبرات الخارجية لمن لا يستطيع أن يذهب إلى تلك الدول نعم نمط التعليم في الجامعة مختلف ما هو نمط التعليم في الجامعة السعودية الإلكترونية؟ النماط التعليم العالي بدأت تتغير مع التقنة ونمط التعليم بصفة عامة هناك نمط التعليم التقليدي اللي هو وجه لوجه وهناك التعليم عن بعد اللي هو يتعامل الطالب يعطي المواد أي كان سواء بواسطة البريد كان في السابق والآن عبر الإنترنت ويأتي الطلاب للامتحان النمط الثالث وهو الجديد الحقيقة ألا وهو يسمى التعليم المدمج الذي يجمع بين نمط وجه لوجه والتعليم عن بعد ويكون هناك نسبة حضور عند الحاجة أن الطالب يأتي ويناقش المدرس بما استشكل عليه أو صعوب عليه فنظام التعليم المدمج هو المتوقع خلال عام 2020 لا يقل عن 25% من جامعات العالم تكون طبقت هذا النوع من التعليم وهو نمط جديد مختلف تماما ليس عن بعد وليس وجه لوجه وهو التعليم المدمج لكن كم تكون نسبة الحضور لوجه بناء على تخصص القسم وبناء على نظام الجامعة أو طبيعة العلم اللي يدرس الطالب أحيانا يمكن يكون بالكيمية قد يكون لازم 50% ويكون يمكن بدراسات النظرية 30% أو يكون بعض الدراسات اللي ما فيها سيموليشن وفيها صعوبة يكون مثلا 60% لكن قطعا مستقبل التعليم العالي بجميع دول العالم خلال عشر السنوات القادمة هو تعليم مدمج لكن كم من نسبة هذه يعني اختصى العلم أنا قبل عشر سنوات كنت أقول أن الجوال واللاب تاب بيتقاربون يصيرون واحد واليوم أنا أقول أن التعليم عن بعد والتعليم النظامي أو وجه لوجه بيتقاربون خلال عشر السنوات بيكون فقط تعليم مدمج وليس هناك حاجة لتعليم يعني دائما كله وجه لوجه أو تعليم عن بعد نعم وهذا اللي هو التعليم المدمج لكن دكتور بنظرك هل المجتمع السعودي بالوقت الحالي متقبل لهذا النوع من التعليم؟ أكيد المجتمع السعودي مجتمع حراكي في استخدام التقنية والجميع يعرف أن التقنية في المجتمع العربية السعودية هنا متقدمة جدا جدا سواء استخدامها في القطاع الخاصة أو حتى المنازل أو حتى سرعة الإنترنت وتكلفتها مقارنة بدول العالم اللي هو بمستوى المجتمع العربية السعودية المجتمع السعودية استخدم التقنية خلال أقول بالكلمة بشراسة يعني وبالتالي أنا أتوقع خلال الست سنوات القادمة و سبع سنوات القادمة هذا الجيل اللي اليوم يستخدم الآيباد والآيبود وغيرها يعني من البيت تجد الآن معظم الطلاب وهذا يستخدمونه في بيوتهم بالمراحلة الابتدائية لما راحوا للمرحلة الابتدائية صار التدريس نفسه قديم وعقيم يعني يتعلمه أكثر من بالآيباد والآيبود وغيرها مدري واضح اللي أنا أتحدث عنه أنا أتوقع خلال العشر سنوات حد أقصى الجامعات ستعاني من صعوبة تعليم هؤلاء بالنمط القديم فلابد من تهيئة التعليم العالي من الآن والتعليم العام من أن يكون استقبال الطالب للتعليم لاستخدام التقنية ضروري جدا وتهيئته إن تعليم يكون بواسطة التقنية فبما أن الآن هناك مقاومة شديدة من الطلاب في الجامعات لاستخدام التقنية وهذه الوقت بدأنا نعانيه لكن بدينا نتغلب عليه أنا أتوقع خلال بعد ست سنوات أو ثمان سنوات من اليوم حد أقصى عشر سنوات ستنقلب الآية ستكون الصعوبة في عدم قدرة تأقلم الطلاب في التعليم العالي على التعليم النظري التقليدي ممتاز سوف ننتقل للمحور ثاني دكتور الجودة ما هي معايير الجودة في الجامعة؟ معايير الجودة أن الاستعانة بالخبرات العالمية الجامعة ليست هي التي تقرر النجاح والرسوب في السنة التحضرية لنضمن الجودة مركز قياس اللي هو المسؤول عن اللغة الإنجليزية هو اللي يختبر طلابنا في السنة التحضرية الطلاب عندنا مثلا مادة الـ IT أو الرياضيات البنك الاسيلا موجود في فرايك نوني فييرس وكورادو ستيت فعندنا البنك الاسيلا وعندنا إشراف من الجامعتين حتى بالفروع وبالتالي نجد النتائج الطلاب والطالبات سواء بالرياض أو جدة أو القصيم أو الأبها وكذا في الغالب أنها المدى قليل جدا وهذا يثلج الصدر عندنا أنه ضمننا فعلا للجودة لأن الأسئلة تأتي من الخارج حتى اللي بالرياض ما يدري عنها ولا بالقصيم وبالتالي أن المدرس يقاس أداءه بمدى قدرة الطلاب على الاجتياس فهو مسؤول أنه مساعد فلسفة المعلم عندنا هو مساعد وأن الطالب يجب أن يبدو المزيد من الجهد فحلنا بالتعاون وأن قياس أداءنا من غيرنا هذا هو المعيار اللي فعلا نراهن عليه الجودة والجامعة السعودية الإلكترونية رفعت شعار KSA اللي هي كينغدام سعودية أريبيا أنا دائما أذكرها Knowledge Skills Attitude اللي هي المعارف والمهارات والمبادئ والقيم لأنها جامعة ترغب غرس هذه المهارات والقيم والمبادئ والمعارف لدى الطلاب والطالبات هي جامعة نوعية لمن يرغب أن يتعلم حقيقيا وليس يرغب أن أخذ ورقة أو شهادة نحن لا نعطي شهادة نحن نعطي قيم ومبادئ وعلوم ومهارات نضمن أن الخريج كان قادر أو استطاع أن يحصل على هذه المهارات أيضا من معايير الجودة عندنا مثلا بعض المواد أن البث يكون مثلا من Florida State عندنا منا ولاية فلوريدا وعندنا بث من أوهايو وعندنا بث من وين نجد التميز والأستاذ المتميز نستعين فيه لتدريس طلابنا من بعد ويلقي محاضرات تعرف التقنية استخدامها سهل جدا فصار هناك سهولة جدا بهذا الموضوع يعني والاستفادة من الخبرات وبالتالي هذا لا شك أنه أدي إلى جودة نعم سؤالنا هذا تكرر كثيرا دكتور تركيز الجامعة على اللغة الإنجليزية نعم لماذا يتم التدريس باللغة الإنجليزية في الجامعة؟ اللغة الإنجليزية أولا الحمد لله الدولة عندها كذا جامعة عندها 28 جامعة في جامعات باللغة العربية فيجب أن لا نضايق لماذا تستخدموا اللغة الإنجليزية؟ في فئات ترغب أن تتعلم باللغة الإنجليزية والجامعة هذه قلنا قبل قليل أنها تمايز أنها مختلفة هي لم تلزم جميع المواطنين أن يأخذون لكن هي فرصة لمن يرغب أن يتعلم باللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية معروف وفق الستاندرد العالمي 85% من المعاملات التجارية بالعالم باللغة الإنجليزية 79% من طلبات رجال الأعمال للسكرتاريا والعاملين في الشركات تكون عندهم أهم مهارة اللغة الإنجليزية نحن توجيهنا إلى سوق العمل وليس القطاع الحكومة يعني مخرجات نهدف إلى القطاع الخاص وبالتالي يجب أن لا يعاب على الجامعة أنها لكن أنا الآن عندي علوم إدارية باللغة الإنجليزية أو محاسبة أو IT أو تجارة أكترونية طيب يوجد مع علوم إدارية ب28 جامعة باللغة العربية يعني لماذا الجامعة لما تأتي لتقدم خدمة في نوع من التمايز تلامع مثل هذا الموضوع نعم دكتور من الأسئلة التي وردتنا لك كمهتم بالتقنية والتعليم مستقبل التعليم التقليدي ما هو المستقبل التعليم؟ أنا شخصيا كمتخصص وليس كمدير جامعة أعتقد خلال عشر سنوات القادمة كحد أقصى لن يكون هناك التعليم التقليدي موجود أبدا سيكون حتى في التعليم العام هو التعليم المدمج يعني هناك ضرورة جدا ماسة أنك لازم تروح للجامعة كل يوم وتسوي هدك وتراوى زحمة ونقل وهدر وكل شيء يكفي يمكن يومين بالأسبوع وبالتالي حتى هذا في ميزة اقتصادية للبلد للحركة للنقل وغير كثير اليوم القطاع الخاص البنوك الشركات الاتصالات أنت استطيع تؤدي الخدمة ترك أنت اللي تؤديها عنهم بدل ما كان بالبنك لازم يكون عشرين موظفين اليوم عشر موظفين لأنك أنت جزء من الخدمات تنفذها بنفسك ما تروح للبنك إلا أحيانا يعني أو يعني عند الحاجة أو تروح لخدمات الجوازات والنقل المرور إلى غيره فهذا حد أقصى عشر سنوات في التعليم سيكون حضورك في التعليم العالي أنا أقول لك من اليوم لن يتجاوز في كل الأحوال خمسين بالمئة وبالتالي أنا أنا أنادي بهذه اللحظة الجميع الجامعات سواء السعودية أو هذا أن تبدأ بوضع خطة للانتقال إلى التعليم المدمج في التعليم العالي من كغربية السعودية جميل دكتور طموح الجامعة السعودية الألكترونية الجامعة السعودية الألكترونية هي هدية خدمة من الشعب للمواطن والشعب حتى طموحنا أن نحقق رضا هذا المواطن أو هذا الطالب الذي يرغب نوع من التعليم متى ما يحتاج نوع من التعليم نوفره مثلا عندنا الآن إعلام أكتروني نبين نوفر إعلام أكتروني لغة إنجليزية الآن فتحنا لغة إنجليزية اللغة العربية لغير الناطقين خدمة العالم الإسلامي نبين نوفر هذا عبر التقنية عندنا قانون في حاجة بلغة العربية نبين نفذ هذا إن شاء الله خلال العام القادم لكن متى وجدنا أن هناك حاجة طموح الجامعة أن تلبي رغبات ولاة الأمر لتحقيق مصلحة هذا الشعب الذي يرغب ماذا يريد وما هو احتياجه حن مسؤوليتنا أن نحققه وبإذن الله سوف يتحقق هذا الطموح كلمة أخيرة لك أنا شكر الحقيقة لمقام سيد خادم الحمر الشريفين لهذه الجامعة النوعية التي فعلا فيها تمايز شكر ووزير التعليم العالي خالد العنقري لدفع مثل هذه الجامعة لجاءت الحقيقة في الوقت المناسب وأنها ما تأخرت كثيرا مثل بعض الدول وتعرف لو تأخرنا كثيرا كان من الصعوبة اللحاق بالركب التطوير وأتمنى من الطلاب والطالبات والبناء المجتمع لأن هذه الجامعة هي جامعتهم هي جامعة نوعية تحقق من يرغب التعلم وليس من يرغب ورقة انتهى عصر الأوراق بقي عصر المعارف والعلوم والقيم والمبادئ والمهارات وهذا ما نركز عليه في الختام نشكرك الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى على تاحة هذه الفرصة للقاء بكم كما نشكر كل من ساهم في إعداد هذه الحلقة ليستعملة تعالى لنشكراً 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 شكرا